هذه الصور إذن للحظة إصابة ترامب نذهب الآن لنأخذ المزيد من المعلومات مع مراسلة الحدث ريتا سليمان ريتا مرحبا بك أنقل لنا الصورة ماذا حصل في بنسلفينيا ما الجديد ما هي المعلومات المتوفرة حتى اللحظة حتى اللحظة المعلومات من وسائل الأعلام التي كانت تنقل الحدث بأنه كان هناك حوالي 8 إلى 11 طلقة نارية صابت أحدها الرئيس السابق دونالد ترامب في أذنه اليمنى لا يوجد تفاصيل حول إصابة أو الوضع الصحي للرئيس السابق دونالد ترامب ولكن حتى اللحظة هناك معلومات تقول بأن الرئيس تم نقله إلى مكان آمن الرئيس السابق دونالد ترامب تم نقله إلى مكان آمن عناصر من الشرطة والمرافقين الأمنيين له أيضا أخذوه إلى جهة آمنة المعلومات لازالت شحيحة حتى اللحظة ليس هناك تفاصيل عن مطلق النار وإذا ما تم القابض عليه حتى اللحظة كان هناك أيضا مخاوف من إمكانيات أن يحصل أي تدافع في هذا المهدد ما تمنى المتوقع أن نبدأ في تلقي ومتابعة البيانات الرسمية ريت فيما يتعلق بهذا الحادث طبعا المعلومات ستتوال تباعا بطبيعة الحال المعلومات أيضا ستأتي إن كان حول إذا ما تم القاء القابض على مطلق النار أو لا هناك بعض وسائل الإعلام تتحدث الآن عن إمكانية القاء القابض عليه لن نتحقق من هذه المعلومة بعد وهذا كل ما يرد الآن طيب نحن فقط كنا تابعنا هذه اللقطات ولكن نحن نريد أن نفهم من كريتا عن ولاية بنسلفينيا ماذا تعني لترامب وهل يعول عليها في هذه الفترة وهل هناك مخاوف في المجمل من أن ترامب ربما يتعرض إلى مثل هكذا مواقف هناك محاولة حقيقية لإصابة دونالد ترامب لم يكن هناك أي مخاوف حقيقة خاصة في بنسلفينيا من المعروف أن تنسلفينيا هي من الولايات المتأرجحة والتي ستحسم هذا السباق بينه وبين الرئيس الحالي هي مهمة جدا لأنه يحاول إن كان الديمقراطيون أو حتى الجمهوريون كسب الأصوات والناخبين فيها نحن نعلم أنها على عدة دورات كانت حاسمة في هذه المعروف طيب الآن مع كل هذه الاستطلاعات الرأي ماذا عن شعبية ترامب نفسها في بنسلفينيا في هذه الانتخابات وهل بايدن تراجعت شعبياته هناك؟ دعني أضح لك الفكرة في بنسلفينيا في المدن هناك تسوق للديمقراطيون وتأييد كبير للرئيس جو بايدن بينما في الريف وضواحي المدن في بنسلفينيا هناك تأييد كبير وعارم للجمهوريين وهناك ربح الرئيس السابق دونالد كامب عدة أصوات فيها ولكن يعود التكتل في المدن خاصة إن كان في بنسلفينيا أو غيرها في فلادلفيا مثلا في المدن عادة دائما هناك خاصة لأنه نعرف الطبيعة الديمقرافية للمدن في بنسلفينيا في فلادلفيا هناك تجمع للأمريكيين من أصول إسريقية وهؤلاء يدعمون الرئيس بايدن يدعمون الديمقراطيين يؤيدون الديمقراطيين بينما سكان الأرياف هم من الأغلبية البيضاء يؤيدون الجمهوريون ويؤيدون مطالب والعنوين التي يطرحها الجمهوريون بطبيعة الحال دعني فقط أشير إلى أنه الآن هناك دعوات على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي في غياء الصلاة للرئيس السابق دونالد فرامب بعد هذا الحادث ولكن حتى اللحظة لا يوجد هناك أي معلومات طيب وهناك الآن شبكة CNN تتحدث عن إصابة